اشتركوا في القناة اذا هيا الى الشمال الى اوروبا الى باريس برج ايفل والفطار تمهل يا فتى هذا ما يتوقعون منا فعله لكننا سنتاجه جنوبا جنوبا لا يوجد هناك سوى الغابة تماما تماما لن يبحثوا عنا هناك ولماذا لن يبحثوا؟ لاننا بالطبع لن نصمد يوما واحدا في الغابة انت عبقري يا هوف لهذا لن يتوقعوا تحركاتنا بفضل ذكائنا هل نحن أستياء؟ اجمع فرقة من الجنود هل سنلاحقهما؟ انهما مجرمان يجب ان اقدمهما للعدالة علي ان اطارضهما في اي مكان في العالم ثم وجه القرصان الشرير بلاد بيرد سيفه نحو الملازم مينارد وأجبره على الوقوف فوق حافة السفينة تقدم الملازم بشجاعة نحو مصيره ولم ينظر إلى المياه المليئة بأسماك القرش المخيفة أطلق القرصان ضحكاته الشرير توقفي توقفي هذا مخيف لم أعد أتحمل توقفي ما هذا أنت الذي اخترت هذا الكتاب أعرف لكن الغلاف يبدو جميلا وبديعا كان يجب أن يضع تحذيرا عليه حسنا لهذا يجب أن لا نحكم على الكتاب من الغلاف وكيف نحكم عليه إذن؟ بالطبع من محتوى وينطبق هذا على البشر أيضا لا يجب أن تحكم عليهم بالمظاهر فقط علينا أن نعرفهم أولا هذا صحيح هل وصلنا القراءة؟ حزم الملازم القرصان ثم عاش الجميع في سعادة وهناء معا في المرة المقبلة سأكتاره أنا إذن فقد ذهب القرصان إلى السجن أليس كذلك؟ لم يراه حالته؟ لم يفرج عنه؟ صحيح؟ أعتقد أننا في أمان هنا بما أننا بعيدون عن المجرمين هذا يكفي لن أتمكن من الاستمرار اذهب أنت من دوني كما تشاء أذهب من دوني نعم اذهب من دوني لا أستطيع فالقيود تربطنا سويا نعم نعم لا بأس سأذهب أنا من دونك نحن أحياء أحياء أموات 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 سيدي أنا هوفت وهذا هيوغو كيف حالك؟ مرحبا لا يفهمني مرحبا يا رجل الغابة هل تفهم ما أقول؟ أنا ترى زعم إنه يتكلم يبدو أن معنا رجلا رياضيا يسعدني أنك لا حق ليس أنت أيها البدين لستم بريطانيين صحيح؟ لا يا فتى الغابة لا نحن أمريكيان أمريكيان حتى النخاع طعام شهي تتذوق؟ لا شكرا أنت متأكد أنهم ليس قرصانين؟ اسألهما عن بلاك بيرد ليس قرصانين إنهما أمريكيان حسنا إذا وقفت فوق حافة السفينة لا تأتي إلي باكيا إذن أنتما من الجيش الفرنسي أليس كذلك؟ بلى كنا ثم استطعنا أن نهرب منهم هربنا من الحياة الشاقة في الواقع نحن نسنا بجنديين فعلا؟ فعلا؟ لا لا نحن عميلان سريان نتظاهر بأننا جنديان وذلك بارتدائنا ملابس الجنود المتسخة الرثة نعم من الفرقة الرثة نحن في مهمة رسمية مهمة نعم حقا؟ ما هي المهمة؟ مهمة سرية بالطبع نعم لا تنسى أننا عميلان سريان أليس كذلك؟ نعم بالطبع أريد أن أعرف ما الهدف من هذا بالضبط هذا؟ حسنا هناك هدف بالطبع سترينه في الحقيقة هذا إنه سوار الشفرات نعم صحيح يا هيوك صحيح معذرة لقد أثقلنا عليكم كثيرا والآن قد حان وقت الرحيل نعم حان وقت الرحيل شكرا على مساعدتك يا طرزان اعتني بنفسيكما بالتوفيق هاي انتظر انتظر لحظة يا طرزان انتظر لحظة طرزان هل أنت محل ثقة؟ بالطبع إذن اسمع فالمعلومات التي سأطلعك عليها سرية سرية للغاية أعني نحن أيضا لا نعرفها وما هيها؟ أنصت يا طرزان إن مهمتنا في خطر كبير ها هو السبب بصفتنا عميلان سريان نحتاج إلى ما نسميه في مجالنا مركز عمليات تماما مكان ننام فيه نصف اليوم تقريبا ومكان نأكل فيه التواجبات في اليوم ومكان لغسيل ملابسنا ونفضل أن يكون الصابون ناعمة نحن نحتاج إلى مركز عمليات لمهمتنا السرية الكبيرة لكن أين يمكننا أن نجد هذا المكان؟ أين يا ترى؟ حسنا لماذا لا تبقيان هنا؟ ماذا؟ ماذا قلت الآن؟ تبقى يا هنا معنا هذا مركز العمليات فكرة رائعة يا طرزان فكرة عبقرية بالفعل حقا أنت عبقري مثل أينشتاين إنك تصلح أن تكون عميلا سريا ناجحا مثلنا تماما حقا؟ أحسنت لن أكلها ليست نظيفة هل تعرفين؟ سيبقيان هنا؟ معنا؟ إلى أن ينجز مهمتهم السرية لا يجب أن تصدق كل ما يقولونه أقصد أننا لا نعرف هذين الرجلين كيف نعرف أنهما أهل للثقة؟ لهما لا يحملان أي تأسلحة انظري كم هما متحكان أعرف أن مظهرهما مسالم هل تذكر ما قلناه عن الحكم على الكتاب من الغلاف؟ أشعر أنهما خطران لا أثر لهما هنا لا أثر لهما لا أثر لهما واصل البحث يجب أن نقدمهما للعدالة من هنا تذكروا لا بد أنهما مرهقان وجائعان لن يتحمل هذان الأحمقان مشقة الغابة موسيقى انظروا إلي المزاج مثل العاج هاتي الطعام إنني سعيد أصبح لنا بيت ولنا كدام صار المزاج مثل العاج من يصدق بين الشجر نعيش كالطيور من دون ريش مع الحيوانات نلعب والخفافيش والمزاج صار كالعاج تسعد عندما تعيش في ارتياح فنحن حقا سعداء نلعب نجري نحو النهري نصح في وقت الأصيل أخبرنا إذا جف الغزيل جربوا خذوا القرار والمزاج صار كالعاج حقا فشلت في الاختيار صار المزاج كالعاج سيصف المزاج من الكروب بعصير ليمون يملأ الكوب إذا كان هذان الأحمقان عميلين فلابد أنني أميرة أعتذر لي أنني أخفتك كوني حذرة سيدة مثلك وحدها في الغابة شيء خطر سأكون بخير وحدي شكرا جزيلا يا أنا الكونونال جونستاكي في خدمتك كنت أحذرك يا سيدتي لأن هناك مجرمين في المنطقة مجرمين؟ نعم إنهما هاربان من الجيش دعني أخم من أحدهما نحيف وضعيف الذكاء والآخر بدين وأحمق هما بالفعل تعرفين مكانهما؟ حسنا لا أريد أن يصاب أحد هنا تقدم ببطء ودعني أرى يديك يا طرزان حظ سيء سأقول لك رأيي هل أنصحك بشيء؟ ضع كل ما معك كل شيء جازف يا فتى نعم هكذا يمكنك الفوز بالتأكيد تعتمد هذه اللعبة على التركيز صباح الخير يا سادة نعم أهلا يا كولونيل استكيد من فضلك يا كولونيل نحن مشغولون بلاك بيرد بلاك بيرد إنه بلاك بيرد فتفروا بسرعة اقبضوا عليهما اصحضر هلنبدأ بالتشديف؟ فنات صوبوا احسنت يا رجل ترزان انتظر التلاتة فوق الأمر يسارا يمينا يسارا هيا عاني يسارا هو محق أسرع أسرع تاعد عن وجهه أولا يجب أن نسرع خوف تعال إلى هنا المنظر أكثر حقا لقد هربنا بسهولة ترزان أرزوك انتظر أعطني هذه بالسرعة من هنا أهرب هل سمعت ما قاله؟ هيا بنا انطلاق فلننتظر أهلا بكم ترزان توقف يوغو وحوفت مجرمان مجرمان؟ لا إنهما في الحقيقة عميلان سريان لا إنهما كاذبان هل هذا صحيح؟ حسنا الحقيقة الحقيقة تكون أحيانا الفكرة غامضة بعض الشيء هل هذا صحيح؟ نعم صحيح نعم نحن لسنا عميلين سريين ترزان انتظر دعنا نوضح الأمر الجنديان هيوغو وحوفت سوف أقبض عليكما ثانية للأسف سيتم إعدامكم مرة واحدة تقول أعدام؟ ما الذي فعله لعدامة؟ أسوأ جريمة يمكن أن يرتكبها جندي لقد رفض تنفيذ الأوامر كاني أنهما تمرادة هل هذا يستحق الأدم؟ لقد خالف كلاهما أمري وما هو الأمر الذي تتكلم عنه؟ لقد أمرنا بحرق قرية كاملة لكننا رفضنا رفضنا عندما يصدر الضابط أمراً فعلى الجندي تنفيذه أنا لم أمر بحرق قرية فيها نساء وعطفان والآن إذا أذنت لنا سنذهب فهذان المجرمان لديهما موعد مع الموت بعد أن وضعت كل ثقة فيهما لن أثق بأحد أهم شيء لا تثق في أحد لا يغطي الشعر نصف جسمه سامعت؟ نصف جسمه ترزان بحضت عنك في كل مكان يجب أن ننقل هيوغوهفت فوراً معذرةً هل تحاولين السخرية منا؟ وضعت ماني في حيرة أليس شريرين؟ لا اتضح في الحقيقة أنهما بطلان ألم تقول إنهما مجرمان؟ مجرمان فعلاً لقد ارتكب جريمة بالفعل لكنها ليست كل الحقيقة في بعض الأحيان بعض رجال السلطة يصدرون الأوامر الظالمة فيصبحون هم المجرمين الحقيقيين تعانين الرجل الذي رأيناه هناك؟ كولونيل استكيه في البداية لم أدرك الأمر فعندما رأيت زياه الرسمية والشراط خدعت وتوقّد أن يكون على حق حكمت عليه من الغلاف إذن نعم أنا مخطئة لم أطبق ما أقوله والآن سيقتل الساكيه كلاً من هيوجو وهوف لا لم يفعل في البداية فكرت في أن أدفعكما من فوق هذا الجبل لكن اخترت أسلوباً سيفكره التاريخ لي هذا كرم منك لكن أرجوك ابتعد عن شعري أعتقد يا هيوجو أنه لن يمس شعرك ولكنه سيقطع رأسينا أنتم لا تفهمون لن أبدو وسيماً هكذا هيا تقدما هل لكما أي طلب أخير؟ أمل أن أعيش بقية عمري نعم نعم هلأ أحضرت لي فطيرة؟ فكرة جيدة محل الفطائر على بعد قارة لن تضل الطريق كفا أحضروهما ستصيبوني بكدمات استعد لتذوق الموت 교ون نعم شكرا خجوم انتعاب انتعاب لا أستطيع الرؤية لا أرا مرحبا ها ليس سيئا دمرت المكانة وحدك والآن أين هيوب وحف لا مجال للعرب سأتخلص منكما بنفسي ألم تقول إننا سنحصل على طلب أخير مرحبا يا صديقي البدائي سنحسم الأمر رجلا لرجل أخيرا التقيت بين الدين سألقي بالسلاح لا ترسل قرضا ينهي مهمة رجل يوغو أتفكر فيما أفكر نعم هيا بنا من أجل طرزان حجور يوغو وفت لا لا تقلق ستلحق بهما الآن ارموا أسلحتكم الآن انتهت مهمتنا في هذا المكان اذهبوا ارحلوا من هنا سنرحل قلت اني سأطاردهما في أي مكان في العالم والمهم أنني فعلت دارازون حمدا لله أنك بخير ماذا حدث لهوفت وهيوب لقد رحل في لحظة يؤديان لخدعة الفول السوداني وفي التالية يرحلان ما معنى هذا لقد دخل شيء في عيني هل تسمعوننا؟ نحتاج إلى بعض المساعدة فرزان لا تتركنا معلقين في الهواء هيوب هوفت ماذا حدث أيها الضخم؟ أين الكولونيل استكيه؟ لقد رحل ظن أنكما قد مدتم نعم حسنا كانت هذه هي خطتنا نعم نعم نحن بارعان في وضع الخطط والآن ماذا ستفعلاني أيها البطلان؟ لقد قررنا أن نعود للعيش معكم بالمناسبة ماذا لديكم على العشاء؟ عندي فكرة أفضل سبعة لم أفز هذا حظ سيء لكن كنت أعتقد أن هذا هو الرقم يا بروفيسير لقد حسبتها بقواعد الشتاء ونحن الآن في الصيف ما رأيك الآن؟ يمكنهما أن يبدأ غدا لك أن تتخيل عندما يصبح لهيوغو وهوفت عمل رائع عمل؟ نعم رائع؟ أنا لست متأكدا أيها البروفيسير هل أنصحك بما يجب أن تفعله؟ هل أعطيه كل شيء؟ هذا صحيح أيها العبقري فقط لكي تتخلص من سوء الحظ هيا بنا أحتاج إلى حظ سعيد مثل المختبرات ما رأيك؟ لكن الإضاءة ليست جيدة لست أفهم لماذا ترسمين ببغاء؟ لأنه كائن جميل انظري إلى الألوان الزاهية إذا أردت طائرا اذهب إلى الخارج هناك ملايين الطيور في الغابة ليس هذا الهدف يا توك فاللوحة تعبر عن نظراتي للببغاء إنه أسلوبي في التعبير عن هذا الجمال الرائع هل نعلقها هنا؟ حسنا احترس يا طرزان يبدو أن الشجرة تتحطم لست أنا السبب هم؟ أحسنا هم؟ أحسنا أحسنا من فأرطة أحسنا 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 رائع اشتركوا في القناة هل سمعتما صوتاً؟ أنا لم أسمع شيئاً ولا أنا لقد سمعت صوتاً ماذا تفعل هنا؟ لا شيء أنا أقطع الأشجار فقط من أمرك أن تدمر غابتي؟ ماركم هو طلب منا قطع الأشجار ليس لي دخل في الأمر لا أريد متاعك خذني إلى ماركم نادي عليه سيد ماركم هناك مشكلة يا والتر سمعت المحركات تتوقف نعم نحن واجهنا مشكلة بسيطة هل يمكنني أن أساعدك يا سيدي؟ خذ معداتك واخرج من غابتي فوراً من غابتك؟ هل أنت مالكها؟ الغابة ليست ملكاً لأحد حسناً أنت مغطئ في الأمر إنها ملك لبوب ماركم هذه الأوراق تثبت حقي في استغلال ألاف الأفدنة في الغابة أنت تتعدى على أملاكي ولكنني سأكون جاراً طيباً ولن أبلغ عنك السلطات هذا لا يعنيني الغابة موتن عائلتي وسوف أحميها آبي آبي أوه يا إلهي ابنتي آبي أصبحت كبيرة من هذا يا أبي؟ حسناً عزيزتي إنه طرزان ملابسك مضحكة يا سيد طرزان انظر ماذا وجد آه إنها جميلة يا أبي ورائحتها زكية أيضاً ادخل الخيمة يا عزيزتي على والدك إنهاء بعض الأعمال حسناً إلى اللقاء يا سيدي سلام أرأيت يا طرزان لست وحدك من ترغب في حماية أسرتي قال القمر للبطة ليلة سعيدة ونامت البطة الصغيرة في سلام كانت هذه قصاتي المفضلة وأنا طفلة أنت لطيفة شكراً يا أبي أنت أيضاً لطيفة لا تبدين مثل طرزان تبدين طبيعية لأنني نشأت في إنجلترا لكن طرزان نشأ هنا في الغابة مع الغريف هذا يذكرني بولدة أبي عندما كانت تقرأ لها ثلاثة أعوام مرت على وفاتها ليس لي في العالم سوى أبي لهذا جئت إلى هنا كي أمنحها أفضل حياة بأن تدمر الغابة الطلب على الخشب في تزايد هذا المنزل مبني من الخشب الكثير من الخشب في الحقيقة لست قلقاً بشأن الحصول على الخشب يا سيد ماركم وإنما من أسلوبك في الحصول عليه الغابة نظام بيئي قديم ودقيق أي عبث فيه قد يؤدي إلى كارثة حسناً لقد وضعت كل ما أملك في هذا المشروع ولن أتراجع خوفاً على النباتات في هذه الغابة أرأيت زهراتي؟ نعم إنها جميلة حقاً لكنها بدأت تذبل أعرف طريقة تحفظين بها على جمالها حقاً؟ حياً هياً ضعي هذه الزهرة داخل هذا الكتاب والآن أغلقيه برفق هكذا؟ نعم وخلال أسبوع ستجدينها محفوظة طرزان ألا يمكننا الاتفاق على حل وسط؟ حل وسط؟ نعم دلني على منطقة أقطع فيها الأشجار حسناً كلما ابتعدت عن منطقة الغوريلا كان هذا أفضل حسناً هناك منطقة عند الجانب الجنوبي من النهر بعيداً عن هنا رائع رايت لقد وصلنا إلى اتفاق ماذا فعلت؟ ولكن لماذا لم تطلب منه أن يرحل؟ كان حلاً وسطاً الكل سعيد هكذا لا أفهم أمر الحل الوسط هذا أصبحت متساهلاً أكثر من اللازم مؤخراً متى كانت آخر مرة استخدمت هذا؟ أين كان هذا؟ سيفيدني في التخلص من الأعشاب الضارة نعم رأيت هذا دليل قاطع على إثبات كلامي أنا وماركام بيننا اتفاق يا توكا كان عليك أن تحصل على اتفاق مكتوب أساناً إلى الخلف يا رفاق ليس لي يد في الأمر لقد أعطانا المدير أمراً بالعمل في هذه المنطقة ننفذ أوامره فحسب ماركام أبي لمن تغسلين أسنانك وتستعدين للنوم؟ لقد غسلتوها بالفعل اغسليها مرة أخرى أريد التحدث مع طرزان حسناً يا أبي أعرف لما جئت إلى اللقاء كان بيننا اتفاق وخالفته إنها مستنقى سيغرقون في الوحل لكن الغورلات اسمع جربت طريقتك لكنها لم تنجح سأفعل ما علي فعله من أجل أسرتي من أجل أبي وأنا سأفعل ما علي أن أفعله من أجل أسرتي أجل أجل أعضب المتجادي أجل 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 أسرتي هكذا تكون الشجاعة هذا هو طرزان الذي أعرفه أرى جرافتين فقط لن نؤذي أحداً صحيح لا سنمنع هذه الآلات من إحداث المزيد من الأضرار تعني نحن ضد هذه الأشياء المعدنية الضخمة المخيفة لا أعرف طاق طاق كيف تتوقع من طرزان أن يؤدي دوره كبطل همام وأحد مزاعده جبان شه هل سمعتم هذا؟ هذا أجري هنا أنا هناك احترق هناك خطب ما هل تعتقد؟ حاول هذا المجدول دهسانة أعني ألا ترى أن هذا خطر؟ عليلاً لا، السائق يواجه مشكلة قلت لك حاول أن يدهسن ألم تسمع ما أقول؟ هل أخبرني أحد ملاهي بها؟ أبي، ما هذا الصوت لعاني؟ أبي، ما هذا الصوت لك رجاءًا لا تؤثني من فضلك قد حاولت ولم أستطع آسف يا سيد ماركوم حاولت أن أنهي عملي ولكن لها عليك يا وولتر سنكمل العمل حتى تشفى تنفسه غير منتظم لديه طفح جلدي غريب إنها نزلة برد بسيطة على كل سأدرس عينة بسيطة إن هذا من سوء حظنا وولتر من أكثر رجالي صحة أنا لدي فكرة عن السبب فيما يحدث وما هو؟ أنت أنا؟ نعم أنت أنت ومعداتك الضخمة تقومون بتدمير هذه الغابة يبدو أنك أطلقت نوعا من الفيروس أو البكتيريا الكامنة أه أرى إلى ما ترمي تحاول أن تخيفني كي تبعدني لن ينجح هذا أخرج من معسكري سمعتني؟ أخرج من هنا ولا تعد لم نتمكن من التخلص من مشكلة قطع الأشجار أبدا لقد تخلصنا من جرافة تخلصنا من جرافة لكن إذا سألتني أنا لن أسألك نعم وهذه مشكلة تتكرر كثيرا على كل أعتقد أن المشكلة كانت عملية التسلل الفشلة بدت ليك فكرة جيدة أسف أسف لا تشغل بالك يا طاطع إنه شيء مثير ما علينا فعله هو أن نضربهم بكل قوة واحدا واحدا بلا هوادة لن يكون هناك داع لهذا يا توكا سيتولى هذا الفيروس أمر ماركم ورجاله ماذا تقصد؟ لقد حاولت أن أشرح للسيد ماركم أن العبث بنظام الغابة البيئي أمر خطر لأن تربة الغابة موطن لآلاف الكائنات الدقيقة كالجراثيم والبكتيريا مثلا أنا أعرف ما تعني إنها الحقيقة عندما دمر ماركم المنطقة وأشجارها أخرج مئات الكائنات الدقيقة من الأرض وواحد منها على الأقل مميت مميت بلا شك علينا أن نحذر ماركم ورجاله قد فعلت بالفعل لكنني لم أمسط أصابهم الفيروس بسرعة وقوة أبي ما رأيك يا بروفيسر؟ حالتهم سيئة للغاية سيموتون إذا لم نتوصل إلى علاج علينا أن نبحث عن علاج أبي انتظري يا ابنتي الأمر ليس بهذه السهولة أبي أنا لست بخير حبيبتي ستكونين بخير أعرف أنك لن تستفيد بمساعدتي سنساعدك أنت رجل طيب ما الحل؟ لن أهدأ قبل أن أتوصل إلى علاج لابد أنك تمزح هل ستذهب لمساعدة ماركم حقا؟ إن رجاله مرضى وماذا سيحدث إذا علجناهم؟ هل تعتقد أن ماركم سيقول شكرا يترزعا ويرحل عنه لا أعتقد هذا سيواصل قطع الأشجار احتمال ونحن لا نستطيع إيقافه لكن علينا فعل الصواب سيموت ماركم ورجاله إذا لم نساعدهم أنا لا أريد أن أدو قاسية لكن هذه مشكلتهم هكذا لست قاسية؟ لقد أصبحت ضعيف القلب أتذكر عندما كان لقب ملك الغابة يليق بك توكا ما الذي حدث لنظام العدالة الذي كان سائدا في الغابة؟ كان من يريد الغابة بسوء ينال عقابه توكا ماذا عن أبي؟ أبي؟ ابنة ماركم الصغيرة تعنيان الفتاة ذات العينين الواسعتين والاتسامة الجميلة؟ ماذا حدث لها؟ إنها مريضة أيضا لماذا تخبراني عن مرضها الآن؟ هيا بانا لنبأ العمل ثم اقتتثت الأميرة أوراق الزهرة واحدة واحدة وألقت بها في النار وكانت تقول سيعود إلي لا لن يعود سيعود إلي رفقا يا أبي استريحا قليلا جين هل ستتحسن حالتي؟ حسنا لقد أهدني أبي بالتواصل لعلاج وهو لم يخذلني من قبل أبي أيضا لم يخذلني من قبل سنكون جميعا بخير بلا شك أوامر الطبيب أن ترتاحي أمرك أرجوك لا تخذون يا أبي يمكن التواصل إلى علاج لكن أحتاج إلى هذه المكونات سأبحث عنها انتظر أعرف الغابة أكثر منك طرزان حياة ابنتي في خطر سنذهب سويا سنذهب سويا كم تبقى؟ اثنان رائع ما التالي؟ عصارة شجرة الدرامبا هذا أمر سهل لا ليس سهل لماذا تقول هذا؟ لأن هذه الشجرة تخص بوته اجمع العصارة سأتولى أمر بوتو محمتي أسهل من محمتك أينفع الغابة محمتك هل أنهيت؟ في الواقع بدأت الآن إلى متى يمكنك صد هذا الوحش؟ الوقت الذي نحتاج إليه لقد أنهيت لقد تماديت عندما جذبت ذيلة هذا هو المكاون الأخير نعم أظهر في مكان ما هنا أقصد كانت هنا هل هذه الزهورة مهنة فقط؟ هذا صحيح ما الذي فعلته؟ أردت أن تفعل الخير من أجل ابنتك لكنك ارتكبت خطأا خطأا فاتحا النبات المشع نعم عشب المستنقع عصارة شجرة الدورنبا و ماذا عن ال أهلا يا أبي كيف حالك يا أبي؟ ليس جيدا هل قرأت لي أقصد؟ هل قرأت لي قصة؟ نعم بكل سرور يحكى أن في مملكة بعيدة ماذا؟ من أين جئت بهذه الزهرة؟ من الغابة أنسيت يا إلهي إنها الزهرة التي نحتاج إليها سأعد العلاج في أسرع وقت ممكن ما سبب سعادة الجميع اليوم يا أبي كل شيء التالي استعد يا فتى التالي إنني يا سيد ماركم أشعر بتحسن تام يسعدني سماع هذا رائع أقول لك ماركم ورجاله سيعودون إلى قطع الأشجار كما حذرتك من قبل إهدأ يا توكا هذا ما يحدث عندما تسر على أن تفعل الصواب والدكون طيبة توكا عليك أن تعد التفكير يا فتى عليك أن تنسى هذه الشخصية وتعود إلى شخصية ملك الغابة العنيف توكا أحرز على أن تغطوا هذه المنطقة هيا يا رفاق الوقت يسرقنا كيف يقطعون الأشجار؟ لا يقطعونها إنهم يزرعون والآن هيا ازرعها على عمق في الأرض هل يحتاج أحد للماء؟ هكذا بعد أشهر سيمتلئ هذا الحقل بزوري الجميلة ما رأيك يا أبي؟ لمسا دورك؟ أنا؟ ليس دوري لم أكثر في هذه اللعبة منذ أن كنت في العشرة انتظري لا أعرف كيف أشكرك ماذا ستفعل الآن؟ لا أعرف سأفكر في مشروع أقل تدميرا أكره أن أفكر في مكان يمكن أن يضيع بسببي على الأقل لم تفقد ابنتك سأمسكه التوضراني أريد أن أدعى لها بمحكومة إبناء تدعى لجوريلا أفرسة